أعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن استعداد مملكة البحرين لاستضافة النسخة الأولى من القمة العربية الدولية للأمن السبراني التي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مركز البحرين الدولي للمعارض وبمشاركة عدد من دول مجلس التعاون والوطن العربي وشهد المؤتمر إلقاء الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني عضو اللجنة توجه المؤتمر كلمة أكد فيها أهمية هذا المؤتمر بالمقارنة مع المؤتمرات الأخرى المشابهة ذلك لأنه لا يركز فقط على الجانب الفني والتقني من الأمن السبراني بل لأنها ستكون فعالية ذات لغة مناسبة لصناع القرار لاتخاذ قرارات صحيحة لا سيما مع ما نشهده من اضطراد كبير في سرعة نمو تقنيات الاتصال مع الاستعداد لإطلاق شبكات الجي 5.5 ما سيساهم في تزريع نقل البيانات وجعل انتقالها أسرع من أي وقت مضى وفي كلمته خلال المناسبة قال السيد سايمون ميلر الرئيس التنفيذي لشركة ميس فرانكفورت الشرق الأوسط قال إن احتضان البحرين لنسخة الأولى من هذا المؤتمر يؤكد ريادة المملكة لمجال الأمن السبراني مسلطا الضوء على إطلاق المملكة لسياسة السحابة أولا والتي تهدف إلى تخفض نفقات تقنية المعلومات والاتصالات من خلال عدم تكرار توفير ذات الحلول من قبل أكثر من جهة والحد من جوانب الضعف في البيئة التقنية إلى جانب الاستفادة من توفر خدمة تقنية المعلومات والاتصالات عند الطلب ترجمة نانسي قنقر